السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله وبيكم موضوعنا اليوم سيكون عن قضايا تعامل العلويين مع الصحفيين الذين فضحوا أسرارهم عبر التاريخ وما عرفت شواش سيقدم الوقت لنهضر على الموضوعين وما سأكتفي بفيديو واحد وأترك الموضوع الثاني إلى مرة أخرى ونحن هنا لن نتكلم عن الصحفيين المغاربة اليوم الذين إما تجدهم تم اعتقالهم بتهم مختلفة أو عاشوا مطاردين في بلدان أخرى بل حديثنا سيكون أولا عن صاحب كتاب صديقنا الملك الذي حاول الحسن الثاني رشوته وهو جيل بيرو ومن هول ما جاء في الكتاب أغلب الناس لم يصدقوا ما جاء فيه وقالوا حينها أنه فرنسي ويخترق الأكاديب وعدو للوطن إلى أن مات الحسن الثاني فبدأت تظهر بعض الحقائق التي تكلم عنها هذا الكتاب الواحدة تلو الأخرى فتزمم مارت التي كانت في وقت من الأوقات يعتبرها البعض من المغاربة مجرد رواية للتسلية فاليوم لا يختلف إثنان أن تزمم مارت هي من السجون السرية التي كان يستعملها الحسن الثاني لاعتقال وتعذيب واغتيال معارضيه ورغم كل هذا ما زلت يعني تقدر تسمع بعض الناس يرددون كلاما جميلا في حق الحسن الثاني بحجة ماذا الله أعلم الرجل متورط في اغتيال محمد الخامس وبونبركا والدليمي وأفقير والحمه الفاخري والكثيرين القائمة طويلة جدا كان الذين لا مجال لذكرهم هنا ولكن من خلال فيديوهات كل مرة لا بد أن نذكر أحدهم يعني وهناك منهم من كان جزءا من نظام الحسن الثاني الفاسد ولكن قتله فقط من باب الاحتياط لأنه كان معروف عليه أنه تشكغر في جنابه يعني بقوت اللي عارف أن الحكم واخده يعني مشي عن جدارة يعني سليب ذاك الحكم من ناس ومنهم من كان معارضا فتم تصفيته أما الاعتقالات فحدث ولا حرج عشرات الآلاف من المغاربة يعني دون مبلغة أقول عشرات الآلاف من المغاربة تم اعتقالهم بدون وجه حق ليس لأنهم يهددون أمن الوطن ولكن لأنهم قالوا كلمة حق لا توافق هوا الحسن الثاني اللي غدي يكدب غدي نقول ليه إن عملية الإنصاف والمصالحة اللي درها محمد السادس مع الناس الذين عانوا في سنوات الرصاص هي في حدداتها اعتراف بجرائم والده الحسن الثاني الذي في في وقت ما قال أن تزمن مارت مجرد إشاعة وفي إحدى اللقاءات الصحفية اللي هي مسجلة عندما سئل عن تزمن مارت قال لا توافق من المصال الذي تحرير لا يوجد أنه لا يوجد الهيئة الرجل الذي سيقدر يجب الناس وحتى من المصال في ذلك اللحظة سأضع لكم الفيديو الذي يرى الذي يركز معها في حدد ذاتها اتهام يعني ما تقول للوالد وكأن السفاحين يعني الحسن الثاني وكأن السفاحين يعرفون من أشكالهم الخارجية ولكن المشكلة نحن في الإنسان المغربي الذي لا يرى إلا بالعين التي تمجد الدجال ربعطك عينين وأذنين استمع لجميع الأطراف وحكم بعقلك قبل الحكم يعني فقلنا أن الحسن الثاني عندما سمع بأن جيل بيرو سيطرح هذا الكتاب في السوق يعني المخزنية ذهبوا إلى فرنسا ليفاوض جيل بيرو كي يمنعوه من طرح هذا الكتاب في السوق واقترحوا عليه تعويضات مادية له هو ولدار النشر التي طبعت الكتاب وللكاتب أيضا لهذا فالشخص الذي يرفض تصديق ما جاء في الكتاب فليفسر لنا لماذا هذا الخوف من كتاب إذا كان فعلا ما جاء فيه مجرد إشاعات ومجرد الكذب أنت ليس لديك ما تخفيه وليس لديك ما تخشى ولكن أن تركض إلى فرنسا وتفاوض من أجل عدم خروج كتاب فهذا التصرف في حد ذاته يستلزم تفسيرا ووقفة ومحاسبة ويثير الشبهات بالعكس يقرأ هذا الكتاب ويعرف ما هي الحقائق لما كان الحسن الثاني بغي المغاربة يعرفوها وانا إن شاء الله عندما أنتهي من كتاب الثقة القاتلة مرة من رأسا ألقي الضوء على هذا الكتاب إن شاء الله لك أنتوا بغيين وأنا أتفهم الصدمة التي حصلت للمغاربة حينها عندما تم طرح هذا الكتاب فجأة لدرجة أن الصحفيين والمتقفين يعني البعض منهم كان من الصعب عليهم تصديق ما جاء فيه لأن الكتاب انتقل بنا من مغرب إلى مغرب آخر لا نعرفه فذلك يعني المالكة الذي كانت له هيبة وكاريزما ومبادرات يعني هذه الصورة التي كانت كيف يراها المغاربة ويعتبر أميرا للمؤمنين ويسقن الخطاب هذا الكتاب الكتاب أظهر لنا أن كل هذا لم يكن إلا قناعا يخفي خلفه وحشا كاسرا لا يرحم أحدا حتى المقربين منه ومستعد لطحن كل من جاء أمامه في سبيل المحافظة على عرشه فهناك من اتهم الكاتب بالمبالغة لكن الحقيقة هو أننا نحن لم نتقبل الحقيقة المرة وقد وصل الأمر بالحسن الثاني إلى درجة أنه هدد بقضع العلاقات مع فرنسا بسبب هذا الكتاب بسبب هذا الكتاب لأن هذا الكتاب روى المارك يساعد المحافظة مع فرنسا وهو شيء من المستحيل أن يكون غير هو حاولي في هذه القضية الكبرهات صغار كي يقوم بتهويل هذا الأمر في عين الكاتب الذي تشبث برأيه وموقفه ولكن الشيء الذي أعجبني في القصة بالرغم من أن فرنسا بفسادها وتواطئها وكل ما يمكن أن نقوله عنها مع الحسن الثاني لم تستطع أن تفعل أي شيء للكاتب ولم تصادر كتابه يعني فاوضوه اخترحوا عليه مقتراحات قالوا لي أنت تضر بمصالح الفرنسيين 25 ألف فرنسي مقيم بالمغرب لكن لم تكن هناك خطوات قمعية فيما بعد يعني رغم الفساد فهناك بعض المنافذ ومتنفس يستطيع أهل الحق أن يعبروا عن نفسهم أما نحن فعلنا قانون واحد لا يتغير يعني تسخر في سبيله جميع الوسائل اللامشروعة وهو قانون الصمت أو الموت يعني ما إما سكت إما سكت ندخل سخراسك وما تتكلم جزاؤك هو معروف ونحن هنا نتحدث عن رجل قام بمغربة الاستعمار وأخفى وجهه الفرنسي كي يتقبله المغاربة حيث أن المغرب يتم استنزاف ثروته منذ عشرات السنين والناس تتكلم عن الفساد والمفسدين والناس تتقبل أي سيناريو إلا أن تقول لهم ها هي ثروتكم يهديها الملك لفرنسا التي هي بدورها تضعها تحت تصرف صهيوماسونية العالمية فتكون أنت هو المجنون حينها واليوم كأن التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى عندما نتحدث عن فضاعات المفترس محمد السادس والاختلاسات والاغتيالات الناس يرفضون التصديق ولن لم يتقبلوا أي حقيقة تمثب محمد السادس مهما أحضرت من دلائل وشهادات غادي يكذبك إلى أن يموت محمد السادس وتمر سنين على وفاته العاد غيجي بندم ويقول لك ايه بالصح كينا راه دارها الله يرحمه هذا هو مجتمعنا أنا لا أعمم لكن في غالبيتهم يعني يفكرون بهذه الطريقة إذا امتقدت محمد السادس بحال يعني بحال من الأحوال يعني أنا أحلى ضربتهم بالطوفة بعض الأنواع من التعليقات التي أتلقاها دائما وهي استكرر عندما أقوم بالنبش في ماضي العلويين عندما يعني شي واحد منهم يقتنع بما قلته في في الفيديو دي عليك أو في الموضوع اللي حطيتي فا يستمروا في المكابرة رعا من ذلك كين اللي يقول لك اذكروا أمواتكم بخير فقط لتفادي الموضوع وتفادي توجيه الاتهام المباشر لمحمد السادس والحسن الثاني ولا محمد الخامس لا تخوضوا في أعراض الناس كيف نستفد نحن من الهضرات دياليك شكون بغيتي يحكم المغرب وشنت اللي غادي تحكمه ولكن أغربها هو واحد اللي اللي قال للبارح باركة من الهضرات الخاوية اللي فاتمات يعني بغيه هو يطوي الموضوع أعطينا شي مشاريع تنموية دير للشباب فين يخدموا يعني أي كلام يقاري يعني بأي طريقة فقط باش ما يسمعش الحقيقة كما هي يتركون المسؤول عن المشاريع التنموية وعن تشغيل الشباب العاطل واللي عنده جميع الإمكانيات وعنده جميع المفاتيح للقيام بذلك ويجي عندي أنا الذي أريد فقط يعني أن يفتح هذا الشعب أعيناه على الحقيقة ويقول لك انت دير لي ناشي حاجة فيها الفايدة طريقة تفكير مبكية مضحكة يعني كنت بغيت نزيد نهدر ما زال حتى على قضية كتاب الملك المفترس الذي فضح محمد السادس وكيف يسيطر على جميع مداخل ومخارج الاقتصاد المغربي ويستحوذ عليه لنفسه ولعائلته والذي تم جر كاتبيه إلى القضاء بتواطئ من المخزن المخابرات الفرنسية يعني حينما يعني حاولت كاتريين حاولت أن تخرج كتاب ثاني يعني فيه مفاجآت أكبر من كتاب الملك المفترس فنصب لها فخ ولكن لاحظت أنه يلزمه يعني فيديو آخر فيه يعني يمكننا أن نتكلم عن تفاصيل أكثر لذا أتوقف عند هذا الحد في هذا الفيديو وسأعود إليكم إن شاء الله بفيديو جديد في القريب العاجل فلا تنسونا من اللايكات والكومنتات والشيرات ودك الشي دي العالم الافتراضي دمتم في رعاية الله والسلام عليكم وتساعد